وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة نحدد من هذه النافذة الفرمات او الامتداد الجديد الذي نريده نختار ثم نضغط سيف فتظهر لنا نافذة تسأل عن درجة الوضوح او الكواليتي التي نريد ان نحفظ الصورة بها فيمكننا اختيار لو لدرجة وضوح ضعيفة او ميديم لدرجة وضوح متوسطة او هاي لدرجة وضوح عالية وكذلك ماكسيموم لدرجة وضوح عالية جدا ويجب ان نلاحظ ان درجات الوضوح تؤثر تأثيرا مباشرا على حجم الصورة فكلما زادت درجة الوضوح زاد حجم الصورة في الزاكرة لذلك يجب علينا ان نحدد درجة وضوح الصورة حسب الاحتياج فقط الامر التالي بالقائمة فايل هو الامر save for web وهو يستخدم لحفظ الصورة بالفورمات الخاصة بالانترنت وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة يوجد بها عدة اختيارات اولها هو تحديد الامتداد او الفورمات اما gif او gpg او ايا من الامتدادات الاخرى نختار gif ثم من color reduction algorithm نحدد الطريقة التي سوف يتم بها تقليل الالوان الموجودة بالصورة وذلك لتقليل حجم الصورة ليتم تحميلها على الانترنت بسرعة اعلى فمثلا selective تحتوي على 256 لون اما web فهي تقوم بتغيير الالوان الى auto وايضا نستطيع تحديد عدد الالوان التي سوف يتم استخدامها مع هذه الصورة واقصى عدد الالوان مع ال gif هو 256 لون ونجد باعلى مجموعة من ال settings المعدة مسبقا نختار منها ما نريده فيقوم البرنامج بضبط كل الاختيارات تلقائيا واذا اردنا انشاء html file نضغط optimize menu ونختار الامر edit output setting وبالضغط عليه تظهر لنا نافذة يوجد بها العديد من الاختيارات الخاصة بانشاء ملفات ال html نترك الاختيارات الافتراضية كما هي ثم نضغط على الزر next مرتين فتظهر لنا الشاشة الخاصة بالbackground او الخلفية ويمكننا الضغط على الزر choose لاختيار شاشة الخلفية ثم نضغط previous لتحديد الجزء الخاص بال slices او اجزاء الصورة وسوف يتم شرح هذا الجزء تفصيليا في الدرس الخاص بال slices ثم نضغط ok ثم نضغط save فتظهر لنا نافذة نحدد منها اسم الصورة فاذا اردنا حفظ الصورة فقط نختار image only وذلك من save as type او html only اذا اردنا حفظ ملفات html فقط او نختار html and image لحفظ الصورة مع ملف ال html معا وهنا نختار html and image ثم نضغط save وبالزهاب الى المكان الذي تم حفظ الملف به نجد ملف ال html مع ملف الصورة وبالضغط عليه يتم فتح الملف في برنامج الانترنت explorer بهذا الشكل وبهذا نكون قد انتهينا من شرح هذا الجزء اشتركوا في القناة